فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء بريطانيا أمام الناخبين للتصويت في استفتاء تاريخي يضع بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام تحديات سياسية واقتصادية في خطوة مصيرية تبحث فيها بريطانيا عن دور سياسي أكبر في وجه الثنائي الألماني الفرنسي على الرغم من التنازلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي إذا استفادت المهاجرين من مساعدات الرعاية الاجتماعية دخول إلى الاتحاد الأوروبي سمح الأمريكيين أعطاهم ورقة ضغطة كثير كبيرة لا يقدروا يأثروا بالقارة الأوروبية ككل عبر الرديف الأطلسي الأساسي الذي تاريخيا كان مربوط بعلاقات سياسية منتظمة مع الولايات المتحدة ففي ظل تنامي قوة الصين وعودة روسيا إلى الساحة الدولية كلاعب مؤثر سيؤدي خروج بريطانيا إلى إضعاف موقع الاتحاد هذا المشروع الأوروبي الذي يتكبد دربات كبيرة وخصوصا بعد اللجوء جعل البنك الدولي وكبار الاقتصاديين البريطانيين يجمعون على أن فاتورة الخسائر ستكون أكبر من الأرباح هلأ الاتحاد الأوروبي عم يوفر لهم حرية انسياب السلع والخدمات واليد العملي والاستثمارات ورؤوس الأموال فيما لو أخذوا قرار بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدأت تبرز عقبات كبيرة أمام حرية حركة هالأمور كلها حكما سوف تتجه بريطانيا في حال الخروج إلى اعتماد سياسي جمهوركي لحماية انتاجها تظهر استطلاعات الرأي تقاربا بين فريقي المؤيدين والمعاردين للبقاء فما بين مؤيد يرى في الاستفتاء فرصة لاستعادة السيطرة على ما يجري في بريطانيا بعيدا من إملاءات بروكسل وقوانين الاتحاد وبين معارض يرى في بقائها ضمانا لاقتصادها وأن في خروجها تأثيرا على مكانتها في العالم فإن بريطانيا والاتحاد الأوروبي في دائرة الخطر رواند أبو خزام قناة الجديد